نعود إلى توقيع إثيوبيا وإرتريا اتفاق سلام تاريخي في جدة حيث ينضم إلينا من القاهرة هاني رسلان مستشار مركز الأهرام لدراسات والخبير في الشؤون الإفريقية أستاذي قبل أن تتارق إلى أهمية هذا الاتفاق وتوقيته أريد أن أسلط الضوء على دور الوساطة الإماراتية السعودية في إبرام هذا الاتفاق والإسهام في لم شمل الأطراف نعم الوساطة الإماراتية السعودية لعبت دورا تاريخيا وإيقابيا للغاية في الدفع بحالة التقارب الحالية في القرن الإفريقي وهذه المسألة لا تتوقف فقط على المصالحة بين إريتريا وأسيوبيا ولكنها تمتد في الحقيقة إلى تغير في الأوزان الاستراتيجية في المنطقة وإلى وضع أساس متين وقوي لإنشاء تحالف جديد يضم الدول الأربع السيوبيا وأريتريا والصومال وأخيرا انضمت جيبوتي هذه المسألة برمتها لها تأثير كبير في إرسال الاستقرار من أجل التنمية والسلام في المنطقة وأيضا من أجل الأمن في البحر الأحمر لأن هناك ارتباط وسيح ما الأهمية التي يكتسبها ما الأهمية التي يكتسبها هذا الاتفاق والأهمية أيضا التي يكتسبها توقيت إبرام هذا الاتفاق هذا الاتفاق هو تأكيد وتكريس للخطوات التي تمت من قبل ووضعها على المصار الصحيح ودعمها لكي تتحول إلى وقائع وحقائق على الأرض وفي الحقيقة كما ذكرنا قبل قليل الأهمية الاستراتيجية وما تعلق بالأمن البحر الأحمر وهي أيضا لها أهمية فيما تعلق بالأوضاع الداخلية في هذه البلدان لأنه كانت هناك اضطرابات وعدم استقرار وعداء كبير وتنازع قائم الآن كل هذا يتحول باتقاه تحقيق الأمن وتحقيق الاستقرار والتفرغ للبناء والتنمية وأيضا منع التدخلات الخارجية من أطراف كانت تسعى إلى استغلال عدم الاستقرار في القرن الإفريقي من أجل إيجاد موطئ قدم لتحديد الأمن البحر الأحمر ونحن هنا نقصد بالتحديد كل من تركيا وقطر وأطراف أخرى هذا أيضا مهم بالنسبة للشريك الأساسي لدول الخديق العربي وبخاصة دولة الإمارات والمملكة السعودية وهو مصر هذا مهم أيضا أن مصر ترغب ومن أهدافها الاستراتيجية أيضا إرساء الاستقرار والتحول إلى تفاعل تعاوني في هذه المنطقة هل نتوقع أي جهود أخرى للمملكة أو للإمارات في جهود أخرى لتحقيق السلام في المنطقة أيضا هناك عدم استقرار نوعا ما بين جيبوتي والصومال وفي المنطقة ككل نعم كان هناك هذا النوع من عدم الاستقرار لكن مؤخرا أدركت جيبوتي أنه إذا لم تلتحق بالقطار السلام والاستقرار الآن فسوف تكون معزولة وسوف تكون هناك بدائل لموانيها البحرية التي هي مصدر دخلها الرئيسي لذلك الاجتماع الأخير الذي تم في أسمرة بمناسبة إعادة افتتاح السفارة الأسيوبية حضر الرئيس جيبوتي ونشأ تحالف قديد أيضا بدفع من كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وهناك استقابة كبيرة من قادة هذه الدول وترحيب من شعوبها بفعل أن هذا الطريق هو الطريق الأمثل للمستقبل والتنمية شكرا جزيلا لك هانيا رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات والخبير في شؤون الأفريقية كنت معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر